يلا يعطيكو العافية كيف حالكو خلصت القف كلوز يا سلام بجنن بجنن الوضع انت هون بتكون اشرفت على نهاية الوحدة الاولى عارفين شو يعني الوحدة الاولى يعني ثلفل مادة يعني ضللك ولا اشي لتخلص من الفصل الاول وضللك ولا اشيين عشان تخلص الفصل التاني لانه المادة اغلبها محطوطة في الوحدة الاولى حبايبي بنوح انه انا بشرح بطريقة عقلية تمام وببعد شوي عن قصة اذا بتشوف هيك بتحط هيك لذلك بنوح انه ما بدي حدا وهالمرة بحكيها بكل صراحة لاني زمان كنت شو احكي كنت احكي لطلابي وروحوا اشتريوا مكثفات اسادزة تانين عشان تشوفوا اشياء تانية للاسف صارت الطلاب تشوف بلاوي وتبعتلي وتقول لي الله يسامحك يا استاذ ايش هذا الاشي لما بدك مكثف ارجعلي ترجعش لحد غيري خصوصا اذا ما كانش معك مصاري احكيلي في عندي انا بدائل كتيره على اليوتيوب هون انا بهاي النقطة بدي ياك شو تسوي بدي ياك تنطلق لهذا الامتحان امتحان خفيف لطيف على الـ هذا حطط لك هون انا بس هيك نصيحة بسيطة للناس اللي بتحكي عن الناس التانيين انا طبعا بجزء استغرب بتقوله هلا انه انت سيد من حكا لا انا بصراحة بنتقد السلوك يعني شو بتعمل ايديك اذا انت مش دارس هذا التخصص ومش تخصصك وبتشتغل فيه وبرسبوا ناس كتير بنتقدك وبحاول اوضح بحب ارمي للناس الطعم انه شوفوا شو عم بيصير فيكو انتو عم تدفعوا لناس مش مؤهلين وهون بحكي لك دير بالك من هذا الشعور وهاي انا لما حطيتها كان قصدي ايش استاذ فلان ختم استاذ فلانة بتدرس طول النهار استاذ فلانة ختمت ومحكتش سيبوكو من بعض يا حبايبي وقلتهي بدراستك عشان انحبك والله سبحانه وتعالى يحبك ويدخلك على الجنة يجيت لهذا الامتحان اتعمدت اني اجيبه كله من امتحان الوزارة طبعا الحمد لله تأكدت انا هاي المرة انه كل سؤال محطوط له جواب لانه مرات بطلع معي غلط وبطلع معي انه فيه اسئلة ملهاش اجابة فبنصدم وبتطر الزلمة المخرج يقص ويحط ايش الجملة هاي كيف عرفت انها في كلوز من الاف هاي طب انا كيف استخدمت مخي يجيت حبيب القلب مسكتي القلم يجيت حكيت لحالي حط يا ابو الاسود اللون الاحمر يجيت حكيت لحالي في الشق الاول اللي هم يحطينه في النص عشان يخربطوني هاي اي حالة هاي اخر حالة حالة الهاد بلس فيربي ثري الحالة الرقم ثلاث اللي حلها بدي يكون ود هاف زائد فيربي ثري will go بزبطش لازم يكون هادا مضارع بسيط have gone بزبطش لازم يكون هادا simple haven't gone بزبطش بظل عندي هاي لان القاعدة يا حبيبي ايش تحكي لك تحكي لك اذا كان عندك هاد بلس فيربي ثري وهذا الحكي في الاف بدي يكون عندك في الطرف الآخر فاصلة ويكون عندك ود زائد هاف زائد فيربي ثري تمام؟ لذلك انا لما اجي واشيل هاي واروح الاجابة واكبس عليها رح يطلع عندي اجابتي بي السؤال اللي بعده طبعا هون خمسة هو مش خمسة يعني والله انا بشيله بس ما بعرف كيف هذا فلت مني الحقير هون you won't get well you stop smoking كيف عرفت انه اوفي كلوز من الخيارات هون بدي مخ اللي بيقول لك تستخدمش المخ سواء انك كان استاذ miss جارك جارتك صاحبك يا عمي ما بزبط يا عمي اذا ما عرفت اشتقى السؤال مش هتحله you won't يعني will not get well you stop اذا صار عندي هيك اشي اللي هي اف وخواتها you stop smoking you will not get well مش راح تطيب صار عندي you won't get well مش راح تتحسن اذا وقفت التدخين لا غلط you won't get well مش راح تتحسن وعندما you stop smoking غلط لانه الwin والف خوات بس win اكيد الحدوث اف عندما as long as والك اختهم as long as اختهم ضل عندي unless راح تمرض you won't get well مش راح تصير كويس وضعك unless you stop smoking وهي رقمها d فبختار d طيب عندي هادا السؤال if close كيف عرفت من if close طبعا في عندي سؤال هلا if close اتوقع حلو اشي مالوش دخل في الف close بس انا حليته حطيته هون لانه الو علاقة الو علاقة بالشكل تعالوا نشوف هاي كيف بده يحلها الاستاذ معكم حتى لو كان تركيزهم على الخيار الثالث بده ادرسها كلها وبعد ما ادرسها كلها بركز على الخيار الثالث عندي هون if had prepared بده يكون عندي هون ايش بده يكون عندي would زائد have زائد verb 3 ليش لانه عندي هون هاد طيب would يمكن تبديلها بميت او could بناءا على الشرح اللي في الحالة الثالثة اذا رجعت لها طيب حتى لو انت مش عارف هاي بتزبطش لانه هاد بتزبطش مع will هاد بتزبطش مع verb 2 لانه verb 2 بدي يكون عندي ايش هناك verb 2 when بتزبطش لانه هاد simple present بزبطش الا might have one واللي هو يا اصدقائي الاعزاء لازم يكون خياري انو استاذ لازم يكون خياري ايه السؤال هادا if i wear you لو انا كنت مكانك i'd find out لاحظوا هاي if i wear you i would هاي محلولة out more about advanced courses هاي معاني تمام هاي من جداول المعاني فهون رح تكون advanced training courses اللي هي ملهاش دخل في الفي بس حبيت احطها لانه هي الفي وعندي اخر واحدة بتقول لك when you اذا شفت when يا حبيبي اعرف انه اذا شفت when وفي النصف فاصلة اعرف انه انا بحكي عن if close الحالة الاولى او التانية when you فراغ at the اللي هي zero one when you فراغ at the station next saturday مش فاهم كيف بدي احلها بمسك القلم وبركز we will be يعطيك الف عافية هاي الحالة الاولى مش zero اللي تحتيها اللي بدي يكون في الطرف الاول مضارع بسيط بركز على هلا هون طلعت الزمن هادو اسلوب حل جمل القواعد بركز على العدد arrive بزبط معي arrive بزبطش لانه ماضي بدهود هون arrive بيجي مع المفرد هاز arrive بزبطش فيش هيك حالة فبطلع يا حبيبي خياري اللي هو ايش number a وبدي انطلق واجيب العلامة الفل باذن الله تعالى وview score انا بعمل هاي الحركات عشان اشجعك عشان اخفزك عشان اخليك تتوكل على الله عشان انت بكرا استروح من امتحانك رح يكون عندك تشكك انه معقول انا رح اجيب لا انا بديش كلمة معقول انا رح اجيب انا بدي اكيد رح اجيب لاني عارف شو درست بما انك عارف شو درست استاذ ودارس بديش احكي عند حدا منيح لا دارس بطريقة صحيحة ما خليتش اي اشي ما درستش والله هاي الحالة بس والله رح اجاني حالات تانية بيزبطش افتح على الدسية ارجع على درس الفي كلوز وشوف ارقام السنوات من المنهاج تبعك جابوا simple present وجابوا تبعت ال الادفايس النصيحة اللي هي if I wear you وجابوا كلهم فليش انا اتفلسف يوم القيامة لو ربنا سألني بدي احكي له يا ربنا كنت بحاول اسهل على حالي في اليوم اللي اجيت اصور فيه بوتد كانت الساعة تمانية ونص تسعة بالليل كنت انا حابب اروح اطلع مع اصحابي لا في هاي الحالة انا بفني حالي كرمال الطلاب لانه بالفترة اللي انا كنت فيها طالب في ناس فنوا حالهم عشاني او افنوا حالهم علشاني والحمد لله اهلني وخلاني ااخد شهدتين ادي الدنيا عشان اتأهل فيهم نواقف قدامك مش رحت انا اجيت هيك من الباب للطاقة در راستك كل الحب لكم ويعطيكم العافية ضلك مسيطر اتخلص من الخوف اتخلص من التفاصيل لزيادة اللي بيجي بقول لك اذا شفت وين بيجي بعديها كذا كلام فاضي ايش بيجي بعديها ايش بيجي وراها انت بدك تكون بشكل عام تطلع كان عندي هون فيرب تو كان عندي كذا بعرف احصر حلي بالاخر رح يكون حلي مفرد جمعة فهمتوا كيف الامور سهلة وحلوة بتجنن الله يعطيكم العافية وبرجع استاذ بسوي لكم هاي الحركة اللي زمان ما عملتها حركة قلب الحب لاني والله بحبكم بموت فيكم بس في الفترة اللي مضت كنا خايفين انه يرجع يكون فيه اغلاق وصرت احاول انا اشرح بدون ما احكي بدون ما كذا وبعض الطلاب كانوا يحكوا انه الاستاذ بحكي كتير دعم وتحفيز رح اعملهم ان شاء الله ورح اطلكم اياها والله يعطيكم الف عافية احبائي جنود وعساكر وافندية وبشوات وان شاء الله لقدام رح يتصيروا لواء وفريق وكل شي ومع الف سلامة